اشتركوا في القناة 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 اقول له القتل على مين على الكسافة اما لو هو عاوز القتلة اقول له كسافة في الحجم الكسافة الوحدة بتاعتها بيسميها ليه جرام لكل سنتيمتر مكعب نخلي بالنا ان الكتل المتساوية من المواد المختلفة بيكون لها حجوم مختلفة الحجوم المتساوية من المواد المختلفة بيكون لها كتل مختلفة كسافة الماء النقي بيتساوي واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب نخلي بقى أن المواد الأقل كسافة من المية بتطفو على سطح مين؟ بتطفو على سطح المية أما المواد اللي هي الأكبر كسافة من المية بتغوص فين في المية لما هجل سؤالي يقول ل الحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها كتل مختلفة والكتل المتساوية لها حجوم مختلفة اللي جاب اقول له بسبب اختلاف المواد فين في الكسافة طيب لو احنا اخدنا مسألة كده لو قال لي عند تعيين كسافة القطعة من الحديد وجد ان كتلتها 78 جرام وعندما وضعت في مخبار اه مدرك به مية سنتيمتر مكعب من الماء ازداد حجم الماء الى كام الى مية وعشرة سنتيمتر مكعب احسب مين كسافة قطعة الحديد وكمان بيسألني السؤال اللي هل تغوص في الماء ام تطفو اول حاجة هنا هو مديني الكتلة بكم الكتلة قلب 78 جرام تمام وعند هنا مديني حجمين عندي مية سنتيمتر مكعب مية وبعد كده ارتفع واصبح كام اللي هو مية وعشرة سنتيمتر مكعب فلازم هنا يكون عندي حجم واحد هجيبه ازاي هقول له هنا حجم كتعة الحديد بيساوي الرقم الكبير اللي هو عندي اللي هو مية وعشرة هطرح منها مين اللي هي المية هيطلع لي كام عشرة سنتيمتر مكعب بعد كده هكتب القانون بتاع اللي هو الكسافة اللي هو الكسافة بيساوي الكتلة على مين على الحجم الكتلة عندنا بكم ب78 جرام والحجم لسا جبينه بكم بعشرة سنتيمتر مكعب لما اسمهم هيطلع لي كام سبعة وتمانية من عشرة جرام لكل سنتيمتر ايه مكعب الرقم اللي طالع عندي هنا هعرف ازاي هنا هل المادة تغوص في الماء ام تطفو والله لو الرقم اللي طالع عندي ده اقل من الواحد معنا كده ان هي تطفو انما لو هو اكبر من الواحد معنا كده ان هي تغوص طبعا زي ما احنا شايفين كده الناتج اللي عندي اكبر منين اكبر من الواحد وبالتالي هنا اقول له ايه تغوص في المية لان كسافتها اكبر منين من كسافة المية بنستفيد من الكلام ده في حياتنا اللي هي تطبيقات على اللي هي كسافة اول حاجة هنا لا يستخدم الماء في اطفاء حرائق البترول لو قال لعلل اقول له لان كسافة زيت البترول اقل من كسافة المية مما يجعله يطفو على سطح الماء ويظل ايه ويظل مشتعلا السؤال علل برضك تملأ بلغناية الاحتفالات بغاز الهليم او الهيدروجين اللي جاب اقول له لكي ترتفع لا اعلى لان كسافة الهليم والهيدروجين اقل من كسافة الهواء الجوي الكشف عن غش بعض المواد كاللبن والعسل والزهب لان التغير في كسافة المادة يدل على عدم نقائها الحاجة الثالثة اللي هي عندنا اللي هي درجة الانصار درجة الانصار لما اعرفها بول هي عبارة عن درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة الى الحالة ايه السائلة نخلي بالنا ان فيه المواد بتتميز بدرجة انصار مرتفعة زي مين زي المعادن ومرح الطعام وفيه مواد تانية بتتميز بانخفاض درجة انصارها زي مين زي الشمع والزبد واللي هي السلج في تطبيقات على اللي هي درجة اللي هي انصار في الحياة اول حاجة بتصنع معظم اواني طاهي منين من الالمونيوم او من سبيكة اللي هي الصلبة الذي ايه لا يصدق اللي انا بسميه اللي هو الاستلس الحاجة الثانية عندنا باستخدم سبيكة الزهب والنحاس في صناعة اللي هي الحلي الحاجة الثالثة عندنا بنستخدم اللي هي سبيكة اللي هي النيكا القروم في صناعة ملفات اللي هي التسخين ناخد بعد كده عندنا اللي هي رابع حاجة عندنا اللي هي درجة الغليان ودرجة الغليان اللي هي معناها درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة الى حالة ايه الصلابة درجة الصلابة بقسم اللي هي المواد من حيث اللي هي مواد صلبة لينة في درجات الحرارة العادية زي المطاط في عندنا مواد صلبة تلين بالتسخين ويسل تشكيلها زي المعادن زي النحاس والألمونيوم والحديد في مواد صلبة لا تلين خلي بالي لا تلين بالتسخين ولا تقبل التشكيل زي اللي هي الفحم والكابريت مناخ تطبيقات حياتية على درجة الصلابة بتصنع السيخ اللي هي التسليح من الحديد وليس من النحاس أو الألمونيوم الكلام ده لو قال لي علل ليه أقول له لأن الحديد أكثر صلابة من النحاس أو الألمونيوم علل يصنع المفك من الحديد الصلب أقول له لأن الحديد أكثر صلابة من المعادن الأخرى سادس حاجة عندنا اللي هي التوصيل القهربي بنسم المواد اللي هي عندنا من حيث اللي هي درجة التوصيل القهربي إلى حاجتين أول حاجة عندنا مواد جيدة التوصيل للقهربة والحاجة الثانية عندنا مواد رضيئة التوصيل للقهربة عندنا أول حاجة كده اللي هي مواد اللي هي جيدة التوصيل للقهربة زي المعادن زي الأحماض زي القلويات زي محلول ملح طعام أما اللي هي المواد اللي هي رضيئة التوصيل للقهربة زي الكابريت زي الفسفور زي الخشب زي البلاستيك زي الغازات زي محلول السكر في الماء ومحلول كولوريد الهيدروجين في البنزين لما ناخد تطبيقات على الكلام ده اللي هي تطبيقات حياتية على التوصيل اللي هي قهربي لما يقول لعلل يصنع مفك القهرباء من الحديد بينما يصنع مقبضه من البلاستيك اللي جاب أقول له لأن الحديد من المواد جيدة التوصيل للقهرباء أما البلاستيك من المواد جيدة التوصيل للقهرباء علل تصنع أسلاك القهرباء من الألمونيوم أو النحاس وتغطى بطبقة من البلاستيك اللي جاء بقوله لأن الألمونيوم والنحاس من المواد جيدة تتوصيل لقهرباء أما البلاستيك راضية تتوصيل لقهرباء سابع حاجة عندنا اللي هو التوصيل الحراري بنسم المواد من حيث اللي هي درجة اللي هي التوصيل للحراري إلى حاجتين فيه عندنا فيه مواد جيدة تتوصيل للحرارة والحاجة التانية عندنا فيه مواد راضية تتوصيل للحرارة أول حاجة عندنا اللي هي مواد اللي هي جيدة تتوصيل للحرارة زي المعادن أما اللي هي المواد الرديدة تتوصيل للحرارة زي الخشب والبلاستيك في تطبيقات عندنا حياتية على اللي هي التوصيل الكهرابي لما يقول لعلل تصنع قوان الطاهي من الألمونيوم بينما تصنع مقابدها من الخشب أو البلاستيك اللي جاب أقوله لأن الألمونيوم من المواد جاية تتوصيل للحرارة أما الخشب والبلاستيك من المواد راضية تتوصيل للحرارة ثمان حاجة عندنا اللي هو المشاط الكيميائي عندنا بنقسم اللي هي المواد الصلبة من حيث اللي هي درجة اللي هي الصلابة من حيث اللي هي درجة اللي هي النشاط الكيميائي إلى ثلاث حاجات أول حاجة عندنا اللي هي في الازات نشاطة جدا كيميائيا زي اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم وعندنا اللي هي في الازات نشطة نسبيا زي اللي هي الحديد والنحاس والألمونيوم وعندنا اللي هي الحاجة الثالثة عندنا من حيث اللي هي النشاط الكيميائي اللي هي في الزاد ضعيفة النشاط زي الزهب والفضة والنيكل والقروم والبيلاتين لما يجي يقول لعلل يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم تحت سطح الكيروسين في المعمل أولو الإجابة لمنع تفاعلهما مع اللواء أكسوجين اللي هو الهواء الجوي الرطب تغطى قطع غيار السيارات بطبقة من الشحم أو الزيت أو السؤال يجي بطريقة تانية تطلع الكباري المعدنية وعمدة الإنارة من حين لآخر أو تطلع أو تغطى بعض المواد مثل الحديد بطبقة من الفضة أو النيكل أو الكروم كلهم إجابتهم حاجة واحدة أقول له لحمايتها منين من الصدق والتآكل يعلل تغسل أسطح أواني الطهب بحكاها بجسم خشن أقول له لإزالة طبقة الصدق المتكونة على أي سطحها يستخدم الزهب والفضة والبلاتين في صناعة الحلي اللي جاب أقول له بسبب ضعف نشاطها الكيميائي مما يجعلها تحتفظ ببريقها لفترة زمنية طويلة لما نجي نكلم بعد كده عن تركيب اللي هي المادة اللي المادة طبعا بتكون من وحدات صغيرة بيسمها اللي هي الجزيئات لما نجي نعرف اللي هو جزيء بقول عبارة عن أصغر جزء من المادة يوجد على حالة انفراض ويتضح فيه خواص المادة المكونة لهم المادة لها خصائص عندنا في أول حاجة جزئات المادة في حالة حركة مستمرة الحاجة الثانية جزئات المادة بينها فراغات بسميها اللي هي المسافات البينية الحاجة الثالثة عندنا جزئات المادة بينها قوة بسميها قوة التماسك اللي هي الجزائية أو بسميها اللي هي قوة الترابط الجزائية لما يجي يقول لعلل انتشار لون برمينجانات البوتاسيوم عند وضعها في كوب بيه ماء أو السوال يجي بطريقة تانية انتشار رائحة العطر في أرجاء الغرفة عند فتح الزجاجة اللي جاب أقول له لأن جزائية المادة في حالة حركة مستمرة علل حجم مخلوط الماء والكحول أقل من مجموع حجميهما قبل الخلط اللي جاب أقول له بسبب انتشار جزائية الكحول في المسافات البينية الموجودة بين جزائية الماء اختفاء قليل من ملح الطعام عند وضعه في كوب بيه ماء لفترة من الزمن اللي جاب أقول له بسبب انتشار جزائية ملح الطعام في المسافات البينية الموجودة بين جزائية مين الماء يصعب تفتيك قطعة من الحديد بأصابع اليد أقول له لأنها قوة التماسك بين جزائية الحديد كبيرة جدا يسهل تجزئة كمية من الماء اللي جاب أقول له لأن قوة التماسك بين جزئات المادة ضعيفة لما ننقارب بين حالات المادة الثلاث عندنا طبعا فيه تلات حالات اللي هي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة اللي هي الغازية فعندنا كده من حيث الحجم عندنا اللي هي المادة الصلبة بيكون اللي هي حجمها سابت لا تتغير بتغير المكان أما اللي هي المادة السائلة بيكون برضك حجمها سابت أما اللي هي المادة الغازية بيكون غير سابت الشكل عندنا المادة الصلبة بيكون سابت أما شكل اللي هي المادة السائلة بياخد هنا شكل الإناء اللي هو موجود فيه لو بسميه الإناء الحاوي له أما اللي هي المادة الغازية بيكون اللي هو الشكل غير سابت المسافات البيانية بيكون صغيرة جدا فيه اللي هي المادة الصلبة وممكن أقول معدومة أما اللي هي المادة اللي هي السائلة بيكون كبيرة نسبيا أما اللي هي المادة الغازية بيكون أكبر ما يمكن قوة التماسك عندنا بيكون أكبر ما يمكن فيه المادة الصلبة وبالنسبة لمادة السائلة بيكون ضعيفة أما اللي هي المادة الغازية بيكون أقل ما يمكن أما حركة الجزائيات بيكون محدودة جدا في المادة الصلبة وكبيرا نسبيا في المادة السائلة وأكبر ما يمكن فيه اللي هي المادة الغازية لما جلسوا لي ويقول لعل ما يأتي احتفاظ المواد الصلبة بشكل وحجم سابتين اللي جاب أرد عليه أقول له لصغر المسافات بين الجزائيات وبالتالي كبر قوة التماسك بين الجزائيات اتخاذ السوائل شكل الإنائي الموضوع به أقول له لأن مسافات بين الجزائيات كبيرة نسبيا وبالتالي قوة التماسك بينها ضعيفة ليس للغازات حجم أو شكل سابت اللي جاب أقول له لكبر المسافات بين الجزائيات وبالتالي ينعدام قوة التماسك بينها تحول المادة بالتسخين من الحالة الصالبة إلى الحالة السائلة أو يجي السؤال بطريقة تانية تحول المادة بتسخين من الحالة السائلة لحالة الغازية اللي جاب أقول له بسبب اكتساب الجزائية الطاقة حرارية فتزداد سرعتها وتضعف قوة التماسك تمام يعني ده هتقل معايا وتتسع مين ميلي هزيد معايا اللي هي المسافات مين البينية عندنا هنا لما ناخد اللي هي العلاقة بين درجة الحرارة والحالة الفيزيائية للمادة فعندنا خدنا حاجتين أساسين عندنا أول حاجة اللي هي عملية اللي هي الانصهار والانصهار معناها تحول المادة بالحرارة من الحالة الصالبة إلى الحالة السائلة أما اللي هي عملية التصعيد معناها تحول المادة بالحرارة من الحالة السائلة لحالة الغازية لما نيجي نتكلم عن تركيب جزائيات اي مادة عندنا اي جزائيات عندنا بتتكوى من وحدات اصغر منها وحدات صغيرة جدا بسمية اللي هي الزرات والزرات اللي هي جزائيات المادة عندنا جزائيات المادة عندنا اللي هي الوحدة دايما بيكون متشابهة شكل بعضها اما بتختلف طبعا اللي هي جزائيات اللي هي المادة عن ايه عن الاخرى يعني تختلف اللي هي جزائيات اللي هي المواد عن ايه عن مادة ايه مادة تانية انواع جزائيات بنقسمها الى حاجتين أول حاجة عندنا اللي هي جزيء العنصر وجزيء اللي هو المركب جزيء العنصر دايماً بيتكون منه واحد من الزرات زي مثلاً جزيء اللي هو الأكسوجين الزرات بتاعته شكل بعضها أما جزيء المركب بيتركب من أنواع مختلفة منين من الزرات زي مثلاً جزيء الماء عبارة عن ثلاث زرات واحدة أكسوجين واثنين هيدروجين فهنا الزرات مش شكل بعضها لما يجي يقول لعلل تختلف خواص جزيئات المواد عن بعضها اللي جاب أقول له بسبب اختلاف تركيب جزيء كل مادة عن المواد الأخرى في نوع وعدد الزرات وطريقة ايه ارتباطها جزيء الاكسوجين جزيء عنصر أما جزيء اللي هو النشادر جزيء مركب يطرى ليه أقوله لأن جزيء الاكسوجين يتكون من زراتين متماسلتين لاثنين شكل بعض أما اللي هو النشادر بيتكون من زرات العناصر ايه مختلفة جزيات العناصر عندنا نعرف الاول يعني كلمة عنصر الاول للعنصر معناه اللي هو أبسط صورة مقية للمادة لا يمكن تحليله إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة بنقسم لها جزيء العناصر إلى ثلاث حالات عندنا صلبة وسائلة وغزية الصلبة تخلي بالنا أن كلها عبارة تتكون من زرة واحدة تمام زي مثلا لواء الحديد والألمونيوم والنحاس كل دي بتتكون من زرة ايه واحدة فقط عندنا السائلة فيه عندنا مثالين أول حاجة عنده هنا تتكون من زرة واحدة زي اللي هو الزئبق يامتنا تتكون من زراتين اللي هو البروم يبقى البروم عندنا بتتكون من كم زره من اتنين أما الزئبق بتتكون من اين من زره ايه واحدة تخلي بالنا أن الزئبق ده فلز أما اللي هو البروم ده لا فلز الحالة الثالثة عندنا اللي هي الحالة الغازية وعندنا هنا بقسمها ايه لحالتين يامتنا بتتكون من زره واحدة زي اللي هي الغازات الخاملة يامتنا بتتكون من زراتين زي اللي هي الغازات اللي هي النشطة زي الإغسوجين والهيدروجين والكلور والفلور تمام؟ والغازات الخاملة زي اللوة الهيليوم والنيون لما ننقارن بين الزابق والبروم الزابق زي ما احنا عارفين للسائلين ده بتكون من اللوة زرة واحدة تمام؟ يبقى عند الزابق بتكون من اين من زرة ايه واحدة اما البروم بتكون من اين من زرتين طبعا هما الاتنين حالتهم ايه؟ حالتهم هما الاتنين سائلين لو قارننا بين اللي هي الغازات النشطة والغازات اللي هي الخاملة الغازات النشطة تتكون جزيئاتها من زرتين أما الخاملة تتكون جزائتها منين منظرة واحدة فقط خلي بالي خلي بالي هما الاثنين عبارة عن غازات أمثلة على اللي هي الغازات اللي هي النشطة عندنا فيه خمس أمثلة زي الهيدروجين والاكسوجين والنيتروجين والكلور والفلور أما اللي هي الجزائت اللي هي الغازات الخاملة زي الهليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون والردون نتكلم بعد كده عن اللي هي جزائت المركبات اللي هي الحاجة التانية عندنا نعرف الأول يعني كلمة مركب والله المركب عبارة عن مادة تنتج من اتحاد زرتين او اقصر لعناصر مختلفة بنسبة وزنية سابتة دايما بتتكون اللي هي جزئات المركبات من زرتين او ايه او اقصر لعناصر كيميائية ايه مختلفة خلي بقنا ناخد امثال كده عشان نفهم والله هنا عندنا امثال زي مثلا جزئ الميا جزئ الميا ده عبارة عن ثلاث زرات اللي هي زرت اكسوجين وزرتين ايه هيدروجين جزئ كولوريد والسوديوم طبعا كل الودام دي جزئات مركباتنا نخلي بالنا جزئ كولوريد والسوديوم بيكون من زرتين زرت سوديوم وزر الكولور عندي جزئ النشادر بتكون من اربع زرات زرت هيدروجين وتلاث زرات اللي هي عندي اللي هي زرت كلام ده مكتوب غلط زرت اللي هي نيتروجين وتلاثة هيدروجين يبقى عندي اللي هو النشادر عبارة عن زرت اللي هي نيتروجين وثلاث زرات من هيدروجين نخلي بال عشان ده مكتوب غلط زمان ايه قلت عندنا جزئ اللي هو كولوريد الهيدروجين ده بيكون من زرتين زرت كولور وزرت ايه وزرت هيدروجين لما نكلم عن التركيب الزري للمادة عندنا اي مادة عندنا زي ما احنا عرفنا سواء صلبة او سائلة او غزية تتكون من جزئيات والجزئيات بتتكون من واحدة اصغر منها بسمها ايه الزرات نعرف يعني ايه كلمة زرة والله الزرة عبارة عن اصغر وحدة بنائية للمادة يمكن انت شارك فين فيها التفاعلات الكيميائية خدنا طبعا اللي هي الرمز كامية للعناصر وعرفنا ان الرمز عندي طبعا ده بتشتاك من اللي هي اللغة التينية الرموز اللي هي قدام идеت فعندنا لو هو الحرف عندي او او الرمز اللي عندي بيكون من حرفين هكتب الاولان كابتل والتاني اسمهل لو هو حرف واحد اكتبه ايه كابتل فعندنا الاسم اللي هو ايه ايه بوتاسيون اللي هو كاي الصوديوم اللي هو ايه ايه كالسام سي ايه ماغنيسيوم ام جيه اليمونيوم AL خارسين ZN الحديد FE الرصاص اللي هو بيتقيله بخفيفة عندنا النحاس اللي هو CU الزابق HG فضة AG الزهب AU هيدروجين H اكسوجين O نيتروجين N الفلور F القلور CL البروم اللي هو BR اليود I الهليوم HE A الارجون AR النيون NA الكابريت S الفصفور B القربون C والسيركون اللي هو SI ما نيجي نتكلم عن تركيب الزرة الزرة طبعا عبارة عن نواة النواة دية نواة بيكون موجابة الشحنة بتحتوي على حاجتين اول حاجة عندنا اللي هي بروتونات بروتونات موجابة الشحنة والحاجة التانية اللي هي مين نيترونات متعادلة ايه متعادلة الشحنة وعندنا بيدور حوالها اللي هي مين اللي هي حاجة اسمها الالكترونات سالبة مين سالبة اللي هي الشحنة لما نيجي بعد كده نعرف اللي هو العدد الزاري العدد الزاري معنا ايه عبارة عن عدد البروتونات الموجودة آآ موجودة داخل مين نواة الزرة او عدد الالكترونات اللي هي السالبة التي تدور حول مين حول النواة اللي هي موجودة في مستوات الطاقة اما اللي هو العدد الكتلي معناه مجموعة عداد البروتونات والنيترونات داخل نواة مين الزرة وعندنا في بعض القوانين كده نعرفها عندنا اللي هو العدد الزري بيسوي عدد البروتونات بيسوي عدد مين الالكترونات العدد الكتلي بيسوي عدد البروتونات زائد عدد النيترونات يعني كل اللي جوا النواة عدد النيترونات بيسوي العدد الكتلي ينقص مين اللي هو العدد الزري لما جي لسؤالي واللي اللي ما يأتي الزرة متعدلة كهربيا في حالاتها العادية اللي جاب أقول له بسبب تساوي عدد البروتونات المجابة داخل النواة مع عدد الالكترونات السليبة حول النواة نواة الزرة مجابة الشحنة اللي جاب أقوله لاحتواءها على بروتونات مجابة الشحنة ونيترونات متعدلة الشحنة تتركز كتلة الزرة في النواة أقوله بسبب صغر كتلة الالكترونات مقارنة بكتلة مين البروتونات أو النيترونات ممكن أقولها بطريقة تانية أقوله لأن كتلة الالكترونات ضئيلة جدا يمكن إهمالها أعلل العدد الكتلي أكبر من العدد الزري غالبا أقول له لأن العدد الكتلي عبارة عن مجموعة أعداد البروتونات والنيترونات أما العدد الزري عبارة عن مين أعداد البروتونات فقط الإلكترونات طبعا بتتحرك حول مين حول النواة زي ما احنا عرفنا الإلكترونات بتدور حول النواة في مدارات أو بسميها مستوات الطاقة عدد مستوات الطاقة دي في أسقل الزرات اللي هي زرة اليورانيوم دي بيكون سبعة مستويات اقرب واحد للنواة بسميه وابعد واحد عند اللي هو مين اللي هو كيو نخلي بالنا اكبر مستويات الطاقة اكبر مستوى بالنسبة للطاقة اللي هو مين اللي هو ابعد واحد عندنا اللي هو كيو وقال لواحد في الطاقة اللي هو اقرب واحد للنواة اللي هو مين اللي هو الكي طب يعني مستوى الطاقة مستوى الطاقة تعرفة عبارة عن مناطق وهمية تتحرك خلالها الالكترونات حول النواة حسب ايه طاقتها المنين عرب بعد كده اللي هي طريقة اللي هي توزيع إلكتروني طبعاً لكل إلكترون طاقة بتساوي طاقة المستوى اللي هو موجود فيه يمكن تحديد اللي هي عدد إلكترونات اللي هو بتشبع بها كل مستوى عن طريق العلاقة اللي احنا عارفنا اللي هي اتنين نون تربيع طبعاً دي عندنا النواة وعندنا طبعاً دي مستوى الطاقة اللي هي السبعة أقرب واحد للنواة اللي هو K ثم L M O B Q أقرب واحد قلنا للنواء اللي هو كي وأبعد واحد عن النواء اللي هو مين اللي هو كي هنا المستوى الأولاني اللي هو كي بيتشبه اللي بنا ب2 إلكترون المستوى الثاني بتشبه ب8 إلكترون المستوى الثالث اللي هو الام بتشبه ب18 إلكترون أما المستوى الرابع اللي هو إن بتشبه ب32 إلكترون نخلي بنا أن المستوى الأخير لأي ظرة ما يقدرش يشيل أكتر من كام أكتر من 8 إلكترون تمام؟ معادة مين؟ معادة اللي هو المستوى الأولاني اللي هو كيه بتشبع بايه باتنين الكترون فقط لما يقول لعلل لا تنطبق العلاقة اتنين نون تربيع على مستوات الاعلى من الرابع اللي جابه اقول له لان الزرة تكون غير مستقرة طبعا عدد الكترونات لما بيزيد عن اتنين وثلاثين الكترون بتصبح الزرة ايه غير مستقرة عرفنا برضك حاجة اسمها الكام او بسمها الكوانتم ده معناه له مقدار الطاقة التي يكتسبها او يفقدها الالكترون لقى ينتقل من مستوى طاقة الى مستوى طاقة ايه اخر الزرة اللي ما بتكتسب كم من الطاقة او بسميه الكوانتم في الحال ده بسمها الزرة اللي هي المصارة فالزرة اللي هي المصارة معناه هي الزرة التي اكتسبت كم من منين من الطاقة نخلي بالنا هنا ان فيه دايما فيه علاقة بين التركيب الكتروني والنشاط الكيميائي بمعنى ايه ان عند هنا فيه عناصر زي ما احنا عرفنا فيه عناصر النشطة كيميائيا وعناصر تانية بسميها خاملة ازاي? لما يكون اخر مستوى عندي هنا اخر مستوى فيه اللي هي الزرة بيكون يحتوي على اقل من تمانية الكترون مع هذا اللي هو مستوى الاولان يخلي بنا. تمام? في الحالة ديت هنا اقول ان عنصر اللي قدام ده نشط. يعني مثلا ما اقول لك عنصر العدد الزر بتاعه تلاتة. لما اجا وزع التلاتة هيكون كام? اتنين واحد اخر مستوى فيه الكترون معنا كده ده نشط. طالما اقل من سبعة اقل من تمانية معنا كده هيكون نشط تمام اما لو كان اخر مستوى عندي مكتمل بالالكترونات يعني فيه تمانية مع ده مستوى لو اني فيه اتنين هيكون في الحالة دي هنا هيكون عنصر خامل كميائي خامل يعني لا يشارك فين فيها التفاعلات الكميائية لما نجد نتكلم بعد كده على الوحدة اللي هي التانية عندنا اللي هي الطاقة ومصادرها وصورها الطاقة ومصادرها وصورها اول حاجة نعرف اللي هي الطاقة الطاقة طبعا عارفنا اللي هي المقدرة على بازل شغل او احداث تغيير الشغل يعني ايه التأثير بقوة على جسم ساكن فيتحرك مسافة معينة في نفس اتجاه تأثير مين القوة لما يقول لعل المياتي اهمية الوقود للسيارة كاهمية الغذاء للانسان اللي جاب اقول له لانك ليهما مصدر الطاقة اللازمة لبسل ايه الشغل الشخص الذي يدفع جدار حائط لا يبذل شغلا اقول له لان مسافة مقطوعة تسوي ايه سفر طبعا جدار مش هتحرك من مكانه فعشان كده لفيه الشغل هنا بالنسبة لنا طبعا المسلس الى قدامنا طبعا ده مهم جدا عندنا طبعا لو هو طلب من الشغل اقول له الشغل بيسوي القوة في المسافة لو هو عاوز القوة اقول للشغل على المسافة لو هو عاوز المسافة اقول للشغل على مين على اللي هو القوة كل حاجة من ديها طبعا لها واحدة بقسة بها فعندنا القوة بقسة بالنيوتن عندنا مسافة بالمتر عندنا الشغل بيه اللي هو الجول مصادر الطاقة طبعا عندنا في كذا حاجة عندنا فيه الرياح فيه حركة المياه فيه التفاعلات اللي هي النووية صور الطاقة عندنا فيه صور كتيرة فيه اللي هي طاقة صوتية فيه طاقة ضوئية فيه طاقة حرارية فيه طاقة كيميائية فيه طاقة كهربية فيه طاقة نووية فيه طاقة اللي هي ميكانيكية اللي هي بتشمل حاكتين اللي هي طاقة الوضع زائد مين طاقة اللي هي الحركة الطاقة ميكانيكية زي ما احنا تفانا قلنا عبارة حاكتين طاقة وضع وطاقة ايه حركة فلما اجعل رفع اللي هي الطاقة ميكانيكية بقول عبارة عن مجموع طاقتين الوضع والحركة ايه للجسم يبقى الطاقة ميكانيكية بتسوي طاقة الوضع زايد مين زايد طاقة الحركة لما نجي نعرف الفرق بين طاقة الوضع وطاقة الحركة اول حاجة نعرف التعريف عندنا طاقة الوضع معناها اللي هي الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المفزول عليها اما طاقة الحركة عبارة عن الشغل المفزول اثناء حركة مين الجسم العامل المؤسرة على اللي هي طاقة الوضع هجيبها من قانون بتاعنا لان القانون بيقول طاقة الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع فاول عامل بيتوقف عليه اللي هو مين وزن الجسم الحاجة التانية اللي هو ارتفاع مين الجسم اما اللي هي طاقة الحركة بيساوي نص الكتلة في مربع السرعة هنجيبها برضك من قانون فعندنا اول حاجة اللي هي الكتلة والحاجة التانية اللي هي مين سرعة مين اللي هي سرعة الجسم طبعا يكونوا اللي أنا باستخدموا في الحالة ديات عندي هنا عندي هنا بالنسبة لطاقة الوضع طه ومعناها طاقة الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع لو أنا عاوز الوزن أقول طاقة الوضع على الارتفاع لو أنا عاوز الارتفاع أقوله طاقة الوضع على اللي هي الوزن أما بالنسبة لطاقة الحركة زي ما احنا قلنا طاقة الحركة بيساوي نص القتلة فيه اللي هي مربع مين مربع السرعة عندنا العلاقة بين طاقة الوضع بتساوي اللي هي الطاقة ميكانيكية ناقص مين اللي هي طاقة الحركة وطاقة الحركة بتساوي الطاقة ميكانيكية ناقص مين طاقة ايه الوضع نخلي بالنا من حاجاتك دي مهمة جدا عندنا اللي هي الطاقة بعيسة بالجول عندنا الكتلة بعيسة بالكيلو جرام الارتفاع بيسو بالمتر الوزن بنيوتن السرعة بالمتر الكل ثانية الطاقة ميكانيكية بتساوي طاقة الوضع الجسم عند اقصر ارتفاع بتساوي طاقة حركة الجسم من لحظة وصوله للأرض وزن الجسم عندنا بيساوي كتلة الجسم فيه عشرة طبعا عشرة ديت اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية خلي بالنا تزداد طاقة الوضع عند زيادة وزن الجسم أو ارتفاعه عن الأرض والعكس صحيح برضك نخلي برضا برضك أن عندنا أن طاقة الحركة هتزداد معي عند زيادة من كتلة الجسم أو سرعته والعكس صحيح لما نيكلم بعد كده على تحولات الطاقة عندنا فعندنا فيه بعض الأمثلة على تحولات الطاقة فعندنا فيه المصباح القهربي هتتحول الطاقة القهربية إلى طاقة ضوئية وممكن أول حرارية كمان الراديو عندنا راديو كاست طبعا هتتحول الطاقة القهربية إلى طاقة صوتية استخاني قهربي والمكواه هتتحول الطاقة القهربية إلى حرارية المروح هتتحول الطاقة القهربية إلى حرارية عندنا اللي هي الخلايا الشمسية وطبعا دي مهمة جدا هتتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة قهربية في التليفون المحمول هتتحول الطاقة القهربية إلى طاقة صوتية وطاقة ضوئية في المفاعلات اللي هي النووية هتتحول الطاقة النووية إلى طاقة قهربية في عملية البناء الضوية هتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة إيه اللي هي كيميائية نخلي بنا التليفون المحمول بينتج عنه اللي هي موجات بسمية موجات كهرومالة تصير نخلي بنا عندنا فيه قانون بسميه قانون بقاء الطاقة معناه او تعريب طاقة عبارة عن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول منصورة الى ايه الى اخرى لما نجد نتكلم على اللي هي تحولات الطاقة في البندول البسيط عندنا هنا طبعا بيحصل عملية تبادل بين طاقة الوضع وطاقة الحركة اثناء حركة مين البندول زي بردك نفس الكلام عندنا اللي هو عندنا ايه اللي هي الارجاحة عند اعلى ارتفاعنا خلي بقى طاقة الوضع بيكون اكبر ما يمكن وطاقة الحركة بتساوي سفر لان السرعة بتساوي كهام بتساوي سفر اثناء مرور البندول بموضع السكون بتكون طاقة الوضع اقل ما يمكن وطاقة الحركة اكبر ما يمكن بيظل الجسم المتحرك محتفظا بطاقاته الميكانيكية اللي عشان بيحصل عملية تبادل بين طاقة الوضع وطاقة مين وطاقة الحركة بيكون المقصة عندنا في طاقة الوضع دايما مساوي للزيادة فين في طاقة الحركة والعكس ايه صحيح معنى كده عندنا اللي هو قانون بقاء اللي هي الطاقة اللي هي الميكانيكية ان مجموع طاقتاي الوضع والحركة لأي جسم في مجال الجاذبية الارضية بيكون ايه مقدار ايه مقدار سابت اللي قدامنا طبعا ده مهم جدا اللي هو العمود الكهرابي البسيط وطبعا بيحصل فيه اللي هي عملية تحولات كهربية فعندنا فيه العمود الكهرابي البسيط بتتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة ايه كهربية العمود الكهرابي البسيط بيحتوي على محلول حمد مغموز فيه معدنين طبعا محلول الحمد هنا لوامين حمد كابريتيك المخفف عندنا هنا المعدنين اول حاجة عندنا اللي هو اللوح النحاس اللي هو سي يو وطبعا ده بيشتغل كقطب موجب عندنا موجب عندها فاذا ده سي يو اللي هو النحاس والقطب الثاني لوامين اللي هو الخرصين اللي هو زد ان وده بيعتبر كقدب ايه كقدب سالب نخلي بالنا هنا اتجاه انتقال الطيار القهربي خارج السلك من السلك يعني من خارج المحلول هيكون من القطب الموجب الى القطب ايه الى القطب السالب منيجي نكلم على تحولات الطاقة في المصباح القهربي فعندنا لما يقولي تتحول الطاقة القهربي الى طاقة ضوئية وحرارية زي ما احنا ايه زي ما احنا اتفقنا لما يقول لعلل يحظر لمس المصباح القهربي وهو مضي اقوله طبعا لان الطاقة القهربي تتحول الى طاقة ضوئية وحرارية لما نيجي نتكلم على تحولات الطاقة في السيارة فعندنا اول حاجة تتحول الطاقة الكيميائية اللي هي متمثلة في الوقود البنزين يعني بالاحتراك الى طاقة ايه حرارية والطاقة الحرارية هتبدأ تتحول الى طاقة حرارية هتبدأ تحرك السيارة والطاقة الحرارية في الدينمو هتتحول الى طاقة ايه قهربية وعندنا هنا اللي هي الطاقة القهربية اللي هي نتجة من الدينمو هيبدأ هنا استغلالها في كذا حاجة فممكن تتحول إلى طاقة ضوئية في المصابيح اللي هي بتاعة السيارة وممكن صوتية خلال اللي هو الراديو كاسب بتاعة السيارة أو إلى حرارية في التكييف دور تطبيقات التكنولوجية في حياتنا فعندنا هنا أول حاجة اللي هي استغلال اللي هي مصادر الطاقة الحاجة الثانية اللي هي تحويل بعض اللي هي صور الطاقة إلى صور أخرى بيحتاجها الإنسان في مجالات حياته في بعض الأصار السلبية لتطبيقات التكنولوجية مثلا التلاوث البيئي مثلا التلاوث القاهر ومغناطيسي لشبكات التليفون المحمول أو التلاوث الضوضائي برضك الأصار السلبية مثلا الحروب والقتل نستخدم برضك التكنولوجية الحديثة في مجالات تدمير الشامل باستخدام الأسلحة الزرية والكيميائية لما نجي نتكلم عن الطاقة الحرارية نجي نعرف في الأول بقول هي صورة من صور الطاقة تنتاكل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة اللي هي الحرارة طب يعني درجة الحرارة أصلا درجة الحرارة بقول هي الحالة الحرارية للجسم والتي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملمسته إيه لجسم إيه آخر طب لما يقول لي ماذا يحدث عند تلامس جسمين متساويين في درجة الحرارة طب هما التين زي بعض اقوله في الحالة دي تنهى لا تنتقل الحرارة بينهما طب لو قال علل اشتعل عوض الثقاب عند احتكاكه بسطح خشن اقوله الاجابة بسبب تحول الطاقة الميكانيكية وممكن اقوله الحركية الى طاقة حرارية بالاحتكاك سخونة المصمر الحديدي عند نزعه بقوة من نوع خشبي اللي جابه اقوله بسبب تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة حرارية بالاحتكاك الشعور بالدفء عند احتكاك كفاي اليدين في الشتاء اللي جابة بسبب تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة حرارية بالاحتكاك طب نيجي الحاجة مهمة جدا عندنا اللي هي طرق انتقال الحرارة عندنا فيه تلات حاجات فيه التوصيل والحمل والاشاعة اول حاجة عندنا اللي هو التوصيل وعندنا هنا بيتم هنا انتقال الحرارة خلال مين الاجسام الصلبة خلي بالي فقط من الطرف الاعلى فيه درجة الحرارة الى الطرف الاقل فيه فيه درجة الحرارة إلى أن يتساوى في درجة الحرارة مثال على كده أما الحمل هنا بيتم انتقال الحرارة خلال الأوساط الغازية والحاجة الثانية يمين السائلة عن طريق صعود جزئات الساخنة الأعلى لأن كثافتها بيكون قليلة وهبوط الجزئات الباردة لأسفل عشان جزائتها عشان كثافة بتاعتها بيكون كبيرة أمثل على الكلام ده زي طائرات الحمل في الهواء وطائرات الحمل في الميا اما الاشعع ده معنى انتقال الحرارة من جسم درجة حرارة مرتفعة الى جسم الهو ايه او الوسط ايه المحيط دون الحاجة خلي باله هنا الى وسط مادي يعني مش لازم يكون عندي هنا وسط مادي يعني يمكن هنا انتقال الحرارة خلال الفراغ تمام زي مين حرارة ايه الشمس والمدفاع لما يقول عن الميات يثبت في ريزر السلاجة او تكيف الهواء فيه الاعلى يطار ايه اقول له الاجابة لكي يتم تبريد الهواء الساخن القريب منهما فتزداد كسافته ويهبط لاسفل ويحل محله هواء اقل برودة توضع المدفاع على ارضية الغرفة لكي تقوم بتسخين الهواء البارد القريب منها فتقل كسافته ويرتفع لاعلى ويحل محله هواء بارد ارتداء الملابس الداكنة اللي هي الغمأة في فصل الشتاء والملابس البيضاء في فصل الصيف اقول له لان الملابس الداكنة تمتص معظم اشاع الشمس بينما تعكسه الملابس مين اللي هي البيضاء عند تلامس جسمين متسوين في درجة الحرارة لا تنتقل الحرارة بينهما اقول له الاجابة لان الحرارة تنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة لا تنتقل حرارة الشمس الينا عن طريق التوصيل او الحامل أقول له الإجابة لأن الهواء رضيء توصيل للحرارة كما أنه يوجد فراغ الفراغ طبعا ده موجود بينين من الشمس والهواء الأرض يفضل استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج القهرباء أقول له لأن الشمس مصدر دائم للقهرباء لأن الشمس مصدر دائم للطاقة وغير ملوث للبيئة وكمان مصدر رخيص لما نجي نتكلم بعد كده عن تنوع لها كائنات الحية ومبادئ تصنيفها أول حاجة هنا فيه تنوع عندنا فيه النباتات من حيث حجم اللي هو النبات فمن أسم اللي هي النباتات من حيث الحجم إلى الأشجار الضخمة زي القفور والنخيل والأعشاب القصيرة زي اللي هي البرسيم واللي هي الجرجير من حيث اللي هو حجم الأوراق هاسمها اللي هي نباتات ذات أوراق كبيرة زي اللي هي أشجار اللي هي زي نباتات اللي هي الموز والقرومب وفيه اللي هي نباتات التانية اللي هي الأوراق بتاعتها صغيرة الحجم زي الملوخية والتوت طب نيجي الحيونات عندنا برضاك فيه تنوع فيه الحيونات فعندنا اول حاجة اللي هي منحيس حجم الحيوان فعندنا فيه حيونات كبيرة الحجم زي الفيل والفرطيت عندنا فيه حيونات اللي هي صغيرة الحجم زي الارنب واللي هو الفقر منحيس اللي هي البيئة اللي هو موجود فيها هقسم حيونات تعيش فيه الماء زي اللي هي تمساح وسبع البحر والاسماك عندنا فيه حيونات بتعيش فين على اليابت زي الحصان والاسد طب نيجي برضك فيه تنوع عندنا فيه اللي هي الكائنات الضقيقة طب يعني كائنات الضقيقة هي عبارة عن كائنات حية مجهرية يعني مجهرية يعني لا ترى إلا بالمجر اللي هو الميكروسكوب لا ترى إلا لا ترى بالعين المجردة ما دارش شفها بعينية تنتشر فيه الهواء والهواء تنتشر في المية والهواء والطربة أمثل على الكلام ده زي مين زي الأميبة زي البراميسيوم زي اليوغلينة لو قال لي قرن بينهم هم التلاتة من حيث اللي هي الحركة أقول له الأميبة تتحرك عن طريق اللي هي الأقدام الكازمة أما البراميسيوم بتحرك عن طريق اللي هو الأهداب أما اليوغلينة بتتحرك عن طريق اللي هي الأصوات لما نيجي نصنف اللي هي الكائنات الحية فيه عندنا طبع حاجة اسمها اللي هو علم التصنيف يعني علم التصنيف هو أحد فروع علم الأحياء الذي يبحث فيه أوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الحية ووضع المتشابه منها في مجموعات حسب خصائصها المشتركة لتسهيل درستها فيه عندنا برضا حاجة مهمة جدا اللي هو النوع دي عبارة مجموعة من الكائنات الأقصر تشابها في صفاتها الظاهرية وتتزاوج فيما بينها وتنتج أفرادا جديدة خصبة تكون قادرة على تقاصر وحفظ النوع لما يقول لعلل دعت الحاجة إلى قيام العلماء بتصنيف الكائنات الحية أو الإجابة لتقسيم الكائنات الحية حسب خصائصها المشتركة في مجموعات لتسهيل درستها لا يعتبر الباغل ولا الزونكي نوعا من الكائنات الحية الإجابة أقول له لأن كلاهما ينتج من تزاوج نوعين مختلفين من الكائنات الحية يمكن إنتاج الناس لخصب من تزاوج رجل أوروبي من أمرأة إفريقية أقول لأن كلاهما من نفس النوع من الكائنات نين الحية طب لو أقول لأكمل عند تزاوج زاكر حمار بري مع أنصى حمار وحشي تنتج أنصى أقول له طبعا إيه عقيمة تسمى إيه الزونكي عند تزاوج زاكر حمار مع أنصى حصان تنتج أنصى عقيمة بسمى إيه الباغل لما نيجي نصنع بعد كده اللي هي نباتات حسب اللي هو الشكل الظاهري هقسمها إلى حاجتين فعندنا نباتات لا تتميز إلى جزور وسيقان وأوراق زي اللي هي الطحالب اللي هي الخضرة والطحالب اللي هي البنية والطحالب اللي هي الحمراء عندنا في نباتات طبعا بتتميز إلى جزور وسيقان وأوراق طبعا زي مين؟ زي النباتات اللي احنا عارفينها زي الفول زي الزورة زي القمح زي النخيل زي الكفور تمام؟ كل نبات احنا عارفينه طبعا بيكون إيه بيتميز إلى جزر وساق وأوراق طب نيجي نصنف اللي هي نباتات حسب اللي هي طريقة اللي هي التقاصر هنقسم النباتات إلى حاجتين أول حاجة عندنا نباتات تتقاصر بتكوين اللي هي الجرسيم فطبعا عندنا هنا مثال زي مين زي اللي هي الصراخص وعندنا أمثالة طبعا مهمة جدا دا ما متيجي لأكمل زي اللي هو الفيوجير واللي هو كزبرت البئر في نباتات تانية تتقاصر بتكوين اللي هي البزور وهنا هنقسمها الحاجتين اللي هي نباتات مغطات البزور ونباتات اللي هي معرات اللي هي البزور فعندنا موطات البزور هي اسمها الحاجتين اللي هي نباتات ذات فلقة واحدة ونباتات اللي هي ذات فلقتين اللي هي ذات فلقة واحدة زي اللي هو نبات الزرة والقمح والنخيل واللي هي ذات فلقتين زي اللي هو نبات الفول والبسلة أما اللي هي نباتات اللي هي معرّط البزور زي اللي هو نبات اللي هو صنوبر واللي هو السيطس نخلي بأننا عندنا هنا فيه اللي هي تتكون بزور النباتات معرّط البزور داخل مخاريط زي نبات الصنوبر تتكون بزور النباتات مغطاة البزور داخل غلاف ساماري استرحص خلي بالنا دي عبارة عن نباتات أرضية تتقاصر بتكوين اللي هي الجرسيم ممكن بعد كده منيجي نصنف اللي هي الحيونات حصلنا في الحيونات حسب اللي هي طبيعة اللي هي الدعامة يعني وجوده الدعامة ولا لا فعندنا كده أول حاجة عندنا حيونات رخوة يعني ما عندهاش دعامة طبعا ده زي مين زي قنديل البحر والاخطبوت والديدان وعندنا اللي هي الحيونات اللي هي عنده دعامة هل سمع الحاجتين اللي هي دعامة خارجية ودعامة اللي هي داخلية الدعامة الخارجية زي اللي هي القواقع والمحار والجنبري أما الدعامة الداخلية زي مين زي اللي هي الفقريات طب فقريات دي بتشمل كذا حاجة طبعا زي الأسماك بتشمل حاجات زي الأسماك والبرميات زي الدفضة واللي هي الزواحف زي السحلية والطيور زي الدجاج والسديات زي مين زي الإنسان جاľienne نصنف اللا сотрудничة المفصليات حسب اللا هي عدد الارجل فعندنا هنανقسم اللا هي كينات الى ثلاث حاجات عندنا حشرات عنكبوتيات عديدة الارجل الحشرات طبعا زي النحل والنمل والزباب والجراد والسرسور وطبعا ديات النهات والحشرات بيكون عندها 6 ارجل يعني ثلاث ازواج من الارجل المفصلية اما العنكبوتيات بيكون عندها اربع ازواج من الارجل المفصلية يعني عندها ثمان ارجل زي العنكبوت والعقرب أما عديدة الأرجل مثال عليها زي أم 44 وزات فعندنا كده أول حاجة اللي هي الحشرات زي ما احنا لسا عائلين كنا تمتلك ثلاث أزواج من الأرجل المفصلية زي النحل والنمل العنكبوتيات تمتلك أربع أزواج من الأرجل المفصلية هنا يقول لي تلات أزواج ويقول لي ستأرجل اتنين حاجة واحدة خلي بالنا لان الزوج اتنين اتنين في تلاتة في ستة وهنا اربع ازواج يعني تمن ارجل لان الزوج معناه اتنين يعني اتنين في اربع ينطلال كام تمن ارجل مثالة على الانكبوتيات زي الانكبوت والاقرب عديدة الارجل دي تمتلك عدد كبير منين من الارجل المفصلية زي ام اربع واربعين وزاة الالف ايه قدم طب لما اقول لعلل لا يعتبر الانكبوت من الحشرات رغم امتلاكه ارجل مفصلية يطرى ليه اقول له لانه يمتلك اربع ازواج من الارجل المفصلية بينما الحشرات تمتلك كام تلات ازواج فقط لما ننصنف اللي هي الساديات حسب وجود الاسنان فعندنا هنا هاسم اللي هي الساديات تمتلك عندها اسنان وفيه ساديات تانية معنداش اسنان اللي انا بسميها عديمة الاسنان والله عديمة الاسنان زي حاجتين عندنا الكسلان والمضرع ده اسمها ايه عديمة الاسنان أما اللي هي تنتلك أسنانها السماء إلى ثلاث حاجات ساديات ذات أسنان أمامية ممتدة للخارج زي اللي هو القنفز ساديات ذات أنياب مدببة ودروس بها نتوئات زي الأسد والنمر والزئب والكلب ساديات ذات قواطح حدة واسمها الحاجتين قوارد وأرنبيات القوارد زي الفار والسنجاب أما الأرنبيات زمين زي الأرنب قارن بين القوارد والأرنبيات مع ذكر أمسلة طبعا المقارنة دي مهمة جدا القوارد عندنا بتمتلك زوج واحد من القواطع الحدة في كل فك يعني الفك العلوي فيه زوج واحد والفك السفلي فيه زوج واحد من القواطع الحدة زي الفقر زي السنجاب زي الأربوع أما الأرنبيات بتمتلك زوجين من القواطع الحدة في الفك العلوي وزوجا واحدا في الفك السفلي زي مين زي الأرنب لما يقول لعلل يمتلك القنفز أسنان أمامية ممتدة لخارج كالملقة لكي تمكنه من القبض على الحشرات التي تتغذى عليها تمتلك السديات أكلة اللحوم مثل الأسد والنمر أنياب مدببة ودروس بها نتوءات حدة لكي تتمكن من تمزيق لحوم الفراس التي تتغذى عليها نكلم بعد كده عن التكيف وتنوع لها كينات الحية نعرف الأول يعني إيه تكيف عبارة عن تحور في سلوك الكائن الحي أو تركيب جسمه أو الوظائف الحيوية لأعضاءه حتى يصبح أكثر تلاؤما مع ظروف البيئة التي يعيش فيها بالنسبة التكيف إلى ثلاثة أنواع عندنا تكيف تركيبي وتكيف وظيفي وتكيف سلوكي عندنا تكيف التركيبي ده بيكون تحور في تركيب أحد أجزاء اللي هو الجسم ليتلاؤم مع ظروف البيئة اللي هو موجود إيه فيها أمثلة تركيب قدم اللي هو الحصان وتركيب مين قدم مين اللي هو إيه الجمل عندنا التكيف اللي هو الوظيفي ده عبارة عن تحور في أنسجة وأعضاء جسم الكائن الحي لتصبح قادرة على أداء وظيفة معينة أمثلة إفراز اللي هو العرق في الإنسان أو إفراز السم في السعبين التكيف السلوكي ده تحور في السلوك نفسه بقى وأنشطة مين بعض اللي هي الحيوانات في أوقات محددة من اليوم أو السنة زي اللي هو أمثلة نشاط اللي هي الطيور نهارا والخفافيش ليلا وهجرة مين الطيور لما يقول لعلل تنتهي قدم الجمل بخف مفلطح سميك الإجابة لكي يتمكن من المشي على رمال الصحراء الساخنة وعدم الغوص فيها تنتهي قدم الحصان بحافر قوي لكي يتمكن من المشي والجاري على التربة الصخرية ماذا يحدث إذا حدث تبادل بين أقدام الجمل والحصان يعني بدنا الاتنين مكان بعض إيه اللي يحصل أقول له الإجابة سوف تغوص قدم الجمل في الرمال ويصعب على الحصان الجاري فين في التربة الصخرية لما نجي نكلم بعد كده عن التكيف وتنوع الحركة في أساديات فلما يقول لعلل تحورة الأطراف في أساديات إلى عدة أشكال رغم أنها تترجب من نفس العظام اللي جاب أقول له لكي تتلائم مع طريقة حركتها في البيئة التي تعيش فيها أعلل في الحيتان والدلفين تحورت الأطراف الأمامية إلى مجديف الإجابة لكي تساعدها على العوم والسباحة في الماء أعلل في الخفافيش تحورت الأطراف الأمامية إلى أجنحة لكي تساعدها على الطيران في القروض تحورت الأطراف الأمامية إلى أزرع طويلة زات أصابع لكي تساعدها على تسلق الأشجار والقبض على الأشياء في الحصان تحورت الأطراف الأمامية إلى أرجل لكي تساعدها على الماشي والجري في التربة أو على التربامين الصخرية ناخد بعد كده اللي هو التكيف وتنوع اللي هو الغذاء في الطيور لم يقول لعلل منقير الطيور الجارحة مثل الصكر والنصر حادة وقوية ومعكوفة الإجابة لكي تتمكن من تمزيق لحم الفريسة تنتهي أرجل الطيور الجارحة بمخالب حادة قوية والإصبع الخلفي قابل للإنسناء الإجابة لكي تتمكن من إحكام القبض على الفريسة منقير الطيور التي تتغذى على القواقع والديدان مثل أبو إردان والهدود الطويلة ورفيع الإجابة لكي تساعدها على التقاط القواقع والديدان التي تتغذى عليها أرجل أبو قردان والهدود الطويلة ورفيع وتنتهي بأصابع دقيقة لكي تساعدها على الماشي في وجود الماء منقير الطيور التي تتغذى على الأسماك والطحالب عريضة مسننة من الأجناب لكي تساعد على ترشيح الطعام من الماء تنتهي أرجل الطيور التي تتغذى على الأسماك والطحالب نسل البط والأوز بأصابع مكففة لكي تساعد على العوم في الماء من الحاجات المهمة جدا ودايما تكرر في الامتحانات برضك اللي هو الحشرات اللي هي المفترسة وبسمها اللي هي نماتات أكلات اللي هي الحشرات فعندنا حاجة اسملة نباتات المفترسة دي عبارة عن نباتات خضراء زيتية التغذية يعني تقدر تقوم بعملات البناء الضوية لا تستطيع امتصاص المواد مين النيتروجينية اللازمة لبناء البروتينات من الطربة فتحصل عليها منين من أجسام مين الحشرات أمثل على الكلام ده نبات اللي هي ديونيا نبات الدروسيرا نبات حمول الماء لما يقول لعلل تلجأ بعض نباتات لفتراس اللي هي الحشرات الإجابة لكي تحصل من أجسام الحشرات على المواد البروتينات اللازمة لها النباتات المفترسة نباتات زيتية التغذية رغم افتراسها للحشرات الإجابة لأنها تستطيع تكوين غزائها من المواد القربوهيدراطية بوسطة عملية البناء الضوئي تحورت أجزاء من أوراق النباتات المفترسة الإجابة لفتراس الحشرات وامتصاص المواد البروتينات التي تحتاجها نأخذ بعد كده اللي هو تكيفها البيئة أمثل على الكلام ده عندنا أول حاجة اللي هي البيئة الشتوي يعني إيه بيئة شتوي ده معناه اللجوء اللي هي بعض الحيوانات إلى السكون والتوقف عن معظم العنشطة الحيوية لتفادي الانقفاض الشديد في درجة الحرارة في فصل الشتاء أمثل على الكلام ده اللي هي الضفضع بعض الزواحف وبعض الحشرات لما أقول لعلل تدفن الضفضع نفسها في قطين وتتوقف عن التغذية في فصل الشتاء الإجابة لتغلب على الانقفاض الشديد في درجة الحرارة فيما يعرف بالبيئة الشتوي علل تختبئ بعض الحيوانات كالسلاحف في جحور إثناء فصل الشتاء الإجابة لتفادي الانقفاض الشديد في درجة الحرارة فيما يعرف بالبيئة الشتوي الحاجة الثانية عندنا اللي هو الخمول الصيفي طب يعني خمول صيفي هو اللجوء بعض الحيوانات إلى السكون والتوقف عن معظم العنشطة الحيوية لتفادي الارتفاع المراد الشديد في درجة الحرارة ونقص المياه الكلام ده إمتى في فصل الصيف أمثلة زي كوقع الصحراوي زي اليربوع زي بعض مين زي بعض الحشرات لما قل علل تلجأ بعض الحيوانات مثل اليربوع والقوقع الصحراوي للاختباء في جحور في الصيف الإجابة لتفادي الارتفاع الشديد في درجة الحرارة ونقص المياه فيما يعرف باسم إيه الخمول الصيفي الحاجة الثالثة عندنا اللي هي مين؟ هجرة الطيور هجرة الطيور دي عبارة عن غريزة طبيعية تطورصها طيور حيث تهاجر من المناطق الباردة إلى المناطق اللي هي الأقصر دفئا وإضاءة بهدف إيه؟ إتمام عملية مين؟ التقاصر وطبعا ده تكيف السلوك يخلي بالنا مثال على الكلام ده اللي هو طائر مين؟ اللي هو طائر السمان عالي اللي ما يأتي تهاجر بعض الطيور كالسمان من المناطق الباردة في فصل الشتاء الإجابة للبحث عن مناطق أقصر دفئا وإضاءة لإتمام عملية التقاصر رقم اتنين هجرة الطيور غريزة طبيعية متوارصة الإجابة لأن الطيور تهاجر إلى نفس الأماكن وفي نفس التوقيت من كل عام نتكلم بعد كده لحاجة مهمة جدا برضا كده ما بدكرر معنا في الامتحانات اللي هي الممتنة أو بسميت كيف بغرض اللي هو التخفي يعني ممتنة هي قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف الباقية السائدة بغرض التخفي من الأعداء أو الاقتناص الفرائس في الأنواع المفترسة أمثلة عندنا الحرباء عندنا الحشرة الورقية عندنا اللي هي حشرة اللي هي العود لما يقول على المياتي تتلون بعض الحيوانات بألوان البيئة التي تعيش فيها الإجابة حتى لا تصبح حدفا واضحا لأعداءها المفترسين وذلك بغرض من التخفي يصعب تمييز بعض الحشرات مثل الحشرة الورقية وحشرة العود الإجابة لأنها تتلون بألوان البيئة التي تحيط بها بغرض التخفي من أعدائها المفترسين وكذلك الاقتناص مين اللي هي ايه فرائسها يارب يكون مراجعة مفيدة لكم يارب كده بالتوفيق للجميع ونجيب أعلى درجات ونقفل اللي هي الدرجة بتاعتنا إن شاء الله ونحق اللي هي الأحلام بتاعتنا مشيط ربنا ما تنسناش من صالح دعواتكم كان معكم مصر طارق والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة